إذا أرادت القوات اللبنانية الحرب المفتوحة سياسياً وأعلامياً مع حزب الله فالمقاومة تظهر يومياً أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي في وجه هذه الحرب ولن توفر مناسبة لإعلان موقفها في وجه حملات القوات اللبنانية التي وضعت نفسها رأس حربة للمشروع المستهدف للمقاومة في الذكرى الثلاثين لمجزرة إهدن التي أودت بحياة الوزير طوني فرنجي وعائلته لم يتغير موقف المقاومة كحليف دائم لنجله رئيس تيار المرد سليمان فرنجي لكن حزب الله هذه المرة عبر رسمياً ببيان مكتوب عن إدانته للجريمة التي لم تجري حتى الآن دراسة وتوثيق أسبابها ونتائجها والعبر التي يتعين على اللبنانيين التعلم منها وفق البيان الذي أعرب عن الأسف لكون البعض لا يزال يعيش داخل أسوارها المظلمة ويعمل على خلق الذرائع والفتن وضرب الأمن والاستقرار الداخليين حزب الله الذي اتخذ في حديثة الطيون موقفاً واضحاً بعدم الإنجرار إلى الفتنة في الشارع يظهر بالوضوح نفسه أنه لن يتساهل سياسياً وأعلامياً والمراقب لأدائه في انتخابات اللجان النيابية وفي التصريحات الإعلامية يدرك أنه اتخذ قراره بالمقاطعة السياسية للقوات من جهة وبالرد على محاولة تشويه الحقائق من جهة أخرى ومن دون تسميته مباشرة فإن بيان الإدانة ذكر بتاريخ قائد القوات سمير جعجع المتهم بتنفيذ جريمة إهد قائلاً لقد أراد المجرمون ضرب بيت وطني وتهيئة الساحة اللبنانية بما يخدم العدو الإسرائيلي ومشارعه العدوانية مع التأكيد أن هذه الجريمة البشعة لن يطالها النسيان وستبقى حية في ضمير المظلومين واللبنانيين عامة وعلى ضرورة معاقبة الجنات بين القوات وحزب الله قضية لم تبدأ في الطيون ولا تنتهي في بيان سياسي إنها بين مشروعين سياسيين متناقضين في الرؤى والمواقف من قضايا مفصلية أجاريد دندش بيروت الميادين